وعلى الجانب الآخر من السلامة المجتمعية باتت ظاهرة انتشار الكلاب السائبة داخل الأحياء السكنية مصدر قلق للسكان في مختلف مناطق صلاح الدين بعد هجمات لتعرض لها الأطفال وطلاب المدارس إلى جانب نقلها الكثير من الأمراض مقابل نقص اللقاحات المضادة وهو ما دفع ديوان المحافظة لتشكيل لجنة عليا لمكافحة الظاهرة وأكد معاون المحافظ لشؤون الأمن الحقوقي زهير الزهوان وجود لجان فرعية أيضا شكلت من قبل دائرة الطب البيطري وقسم الكلاب البوليسية لإنهاء هذه الظاهرة تم تشكيل لجنة عليا في المحافظة للتخلص من هذه الكلاب الموجودة في أكثر المكان في المحافظة السبب حقيقي لهمية هذا الموضوع هو نقلها للأمراض وكذلك قيامها بالتهجم على قسم الأطفال والعوائل ومثل ما تعرفون جنابكم الموضوع اللقاحات اللي تخص هذا الموضوع قليلة هما متوفرة فارتأت حكومة المحافظة التخلص من هذه الكلاب وتم تشكيل لجان فرعية أيضا في الأقضية كافة يعني عندنا دائرة الكلاب البوليسية هم المسؤولين إضافة للطب البيطري وحضرتنا أيضا موجودين باللجنة توجيهات مستمرة بهذا الموضوع حقيقة تم تشكيل لجنة لمكافعة الكلاب السائبة في محافظة صلاح الدين دارة بيئة صلاح الدين عضو في هذه اللجنة اللجنة أوكلت الأمر لدائرة البيطرة والصحة العامة في دائرة صلاح الدين بدأت هذه الحملة منذ أسبوع على الأقل في محافظة صلاح الدين بما فيها قضاء سامرة وقضاء الطوز مثل ما تعرفون أن الكلاب السائبة حالة غير صحيحة ومنتشرة بكثافة في المحافظة خصوصا في مراكز المدن وتتعرض بين الحين والآخر معظم الأطفال والعوائل إلى هجمات من هذه الكلاب السائبة مثل ما تعرضت له مؤخرا قضاء العلم أدى إلى ستة إصابات على الأقل هناك حملة بإشراف ومتابعة من قبل سيدة المعاون الأمني لمحافظة صلاح الدين باعتبارهم رئيس اللجنة وهناك عدة لجان تعمل في الأقضية ومتابعة رئيس الوحدة الإدارية وكذلك مدراء الدوائر الفرعية في الأقضية والنواحي موسيقى